طريق الاهلي عامل ايه؟ هو عمر طريق البطل كان سهل؟ نسأل السؤال المهم هل طريق البطولة سهل؟ ولا هو طريق طول الوقت؟ محفوف بالمخاطر، محفوف بالصدمات؟ انا اشوف من وجهة نظري ان اللي يتحط في طريقه النادي الاهلي، اللي يتحط في طريقه النادي الاهلي هو لحظه وحش يعني الخصم دايما لما يتقال الشعار ده والنسر ده هيبقى في سكتك، هتبقى الدنيا بالنسبة له صعبة وده لا من باب انه مثلا الغرور مثلا او كده ولكن من باب الافتخار بالنادي الاهلي المصري اللي في افريقيا يمثل مصر، اللي في افريقيا يتقلق ولما بيوصل كاس العلب للانداء بيتقال عليه كده الاهلي الايه؟ المصري فهو ليس من قبيل التفاخر وانما هو من قبيل الوضعية الطبيعية اللي صنعها النادي الاهلي لنفسه والبلده في القارة الافريقية من يصطدم بالاهلي هو من دائما لديه التحدي هل ده معنا ان الاهلي عندهش تحدي؟ لا عنده تحدي بس بشوف دايما انه اللي يبص على الاهلي هو اللي بيبقى دايما عنده الامور صعبة اشتركوا في القناة